السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض بقية السلسلة اللي احنا بدأناها لها سلسلة التعلم الانجليزي من السفر. فنكمل مع بعض الرموز بتاعة القموس عشان ننطق كلام انجليزي صح. ونعرف كمان الرموز زي تتنطق ازاي. نكمل مع بعض ونقول بسم الله وبتذكركم بالاشتراك في القناة ليسا ما اشتركش انجليزي. اسهل مع مسترسامي الدكتور زراري سبسكرايب الاحمر الاشتراك وكمان تفعيل رمز الجرس عشان يوصل لكم الجديد بتاعنا وصفحتي على الفيسبوك متابعة واعجاب بالصفحة تعالوا نبدأ مع بعض الفيديو النهاردة. هنتكلم مع بعض على الرمز ده. وده طبعا شبه حرف اليو الكابيتل وجنبيه العلامة ده رمز التاني. فبتنطق زي كلمة طوع. طيب نيجي بعد كده للحرف ده عامل زي سي بس بالمقلوب وجنبيه حرف اي كابيتل. ده الرمز ده بيتنطق زي كلمة موجود في كلمة باي. بيتنطق كأني بقول اي اي بقى بس خفيفة مش بتقل علي ما عاملش عليها مبشددش على الكلمة. بقول باي ما بقولش باي. ما بتقلش. طيب تبقى خفيفة. عندي العلامة اللي هي ايو ولزق فيها العلامة التانية ملزقين في بعض اللي هي كلمة كات. كات. زي الاي اللي موجودة في كات. بتبقى بتتنطق اي بس مخففة. يعني خفيفة بتبقى ات. كات. كات. طيب العلامة اللي بعد كده او الرمز اللي بعد كده اللي هو شبه التمانية زي كلمة بات. ات. ا ا ا ا ا. بات. اللي هي ا ا ا. كأن فيها قسرة شوية. طيب ال ا والنقطتين الرمز ده معناه ايه زي كلمة بارد. ا ا ا ا ا بس خفيفة. طيب العلامة اللي هي سي مقلوبة ومقفولة زي كلمة نط. ا ا ات. نط. اللي هي او. بانطقها كأنها حرف ال او وخفيفة. ا ا ا. اللي هي الف واو. او. طيب بعد كده عندنا كمان ال ا وجنبها العلامة دي. الرمز ده على بعضه زي كلمة where. ا وجنبها العلامة الاي الكابيتل. الرمز ده زي كلمة ماي. ماي. اي اي. تتنطق كده. طيب. الاي واليو الكابيتل زي ده رمزة طبعا دي كلها رموز موجودة في القمص. زي بتنطق مثال عليها كلمة زي هاو. بتنطق ااو. هاو. طيب. البي. طيب او ماني البي التانية اشربة حرف البي في العرب بتاعنا فتبقى تي تايم. تي بتتنطق زي كلمة تي اللي موجودة في طايم. طيب دي دو. بتنطق عادي. الرمز ده بتنطق زي كود كود. تمام? بنكمل مع بعض كمان. بناخد بعض الرموز وعليها بعض الامثلة كلمات عشان نشوف بيتنطق فيها ازاي. معنا كلمة زي تي والرمز اللي جنبها دي بتنطق زي كلمة تشارش. تشارش. بتنطق كأنها تهشين. تش. تشارش. طيب اموالي دي وجنبها تلاتة اسمها دج. دج. يعني ايه? جاج. جاج. اللي هي دي وجي. جاج. عندي بعد كده. الكي زي كيلو. جي زي جو. الاف زي فايف. الف. 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 فري. خدوا بالك عشان في ناس بيتلقبط بين الف والفي. اف فايف. 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 في. ف. فري. دي ف. ده حرف الف. زي اللي عندنا في العربي لكن ده ف. ف. هنا بعد كده شبه الزيرو فيها شرطة في النص اسمها س. ليه? لان الرمز ده شبه تي اتش لما بتيجي في كلمة تينك. تينك. طيب اموال ده شبه تي بس بالمقلوب اسمه زا. زا. شبه حرف الزا اللي عندنا في العربي اسمه زا. طيب. اس طبعا سكس زد زو. عندي الرمز ده زي كلمة حرف الشين زي كلمة شارت شارت. هكتفي معكم بجزئية دي عشان ما نبقاش تخط مع عليكم قوي. وعشان كمان تركزوا على الرمز دي وترجعوا على الرمز اللي اخدناها قبل كده في الحلقات السابقة. في امان الله. ما تنسوش لايك للفيديو ازا عجبكم ودعمونا باللايك. في امان الله.